بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي الحلقة الثالثة والأخيرة التي نتحدث فيها عن البحث عن كتابة البحث وكنا قد تحدثنا في حلقتين سابقتين عن تعريف البحث وعن خطوات البحث العلمي وقد وصلنا إلى هذه اللوحة خطوات كتابة البحث العلمي وتحدثنا عن الخطوات الأربع الأولى تحدثنا عن اختيار موضوع البحث وإعداد خطة البحث وجمع مصادر البحث ومراجعه وجمع المادة العلمية وترتيبها وتوقفنا عند صياغة البحث وفي هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن صياغة البحث وعن المراجعة والتدقيق وعن الإخراج النهائي صياغة البحث كثير من الطلاب يتصور أنه سيبدأ كتابة البحث بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ في كتابة المقدمة لا الحقيقة أن صياغة البحث تجري في كتابتها على أساس معين لذلك صياغة البحث أولا يجب أن تتم في مرحلتين المرحلة الأولى كتابة المسودة والمرحلة الثانية كتابة المبيضة وأنبه هنا إلى أن كثير من الناس من الأخطاء الشائعة أن تنطق هذه الكلمة المسودة هذا خطأ وإنما يقال المسودة والمبيضة ستبدأ أولا بكتابة المسودة تبدأ أولا بكتابة المسودة وهو الجزء الذي يجري فيه كثير من التعديلات والحذف والإضافة وبعد ذلك تبدأ مرحلة المبيضة في مرحلة المسودة وفي مرحلة المبيضة يجب أن نبدأ أولا بكتابة صلب البحث وهو كتابة الفصول والمباحث التي هي صلب البحث وتأجيل كتابة الخاتمة بعد أن ننتهي من كتابة صلب البحث وآخر ما يكتب من البحث هو المقدمة لذلك لا تتخيل عند كتابة البحث العلمي أنك ستبدأ بكتابة المقدمة لا المقدمة هي آخر ما يكتب من البحث ويجب أن تبدأ بكتابة صلب البحث فتبدأ بالمبحث الأول ثم تبدأ بالمبحث الثاني ثم تبدأ بالمبحث الثالث فلو فرضنا مثلا أن سنبحث في المثال السابق الذي ذكرناه وهو ظاهرة غياب الطلاب عن المحاضرات في المرحلة الجامعية وفرضنا أن تصورنا هذا البحث سيكون في مقدمة وفي تمهيد وسيكون في ثلاثة مباحث وسيكون في خاتمة ولنفترض أن هذه المباحث هي المبحث الأول أسباب الغياب المبحث الثاني آراء الفئات المعنية في الظاهرة المبحث الثالث طرق العلاج فإنك ستبدأ بالحديث عن الأسباب ورصد الآراء وطرائق وأساليب العلاج ثم بعد ذلك تبدأ في كتابة الخاتمة ثم كتابة المقدمة وإن كان في الموضوع تمهيد فإنه يكتب قبل المقدمة المقدمة هي آخر ما يكتب من البحث العلمي كل شيء من هذه الأشياء يكتب أولا في مسودة قابلة للحذف والإضافة ثم يكتب بعد ذلك في شكل مبيضة تمهيدا لإخراجه إخراجا نهائيا الحقيقة من علامات الصياغة الجيدة الفصل بين رأي الباحث ورأي غيره لا بد أن تكون كتابتك العلمية فيها صياغة علمية محكمة لا يوجد فيها تداخل ولا يوجد فيها ضبابية ولا يوجد فيها غموض إذا كان الرأي لغيرك فبكل وضوح تقول رأيي فلان هو كذا وكذا وكذا ورأيي أنا هو كذا وكذا وكذا لذلك من المهم جدا أن تبرز جهد غيرك ثم تأتي بجهدك أنت على ابتعاد عن الجزم والتأكيد لأن الحقيقة الدراسات التي تعتمد على إبداء الرأي وإبداء وجهة النظر هي لا تحتمل القطع التام بحيث أنك تجزم وتؤكد بأن رأيك هو الرأي الصواب ما لم يكن من الأمور المنصوص عليها بنصوص الوحي في كتاب أو سنة فهذه تقبل الجزم والتأكيد أما بالنسبة إلى الأراء البشرية والإنسانية ما لم تكن من المعصوم صلى الله عليه وسلم فإن كل يؤخذ من كلامه ويرد فيجب أن تحرص على أن يكون كلامك خاليا من الجزم والتأكيد وإنما تقول ويظهر لي ويبدو لي ويترجع عندي وأرى كذا دون أن تصادر أقوال الآخرين ودون أن تجزم وأن تؤكد دعم الأقوال بالأدلة والبراهين قدر المستطاع وربما تكون وجهة نظرك لا تمتلك عليها أدلة وبراهين قاطعة وإنما تمتلك عليها قراء كأن يكون رأيك متوافق مع رأي الغالبية العظمى من الفئة المستهدفة بجمع الآراء ورصدها تجنب الاستطراد والمراد بالاستطراد هو أن لا تخرج عن هدفك الرئيس للحديث عن أمور جانبية الحديث عنها لا يخدم أهدافك من هذا البحث ثم بعد ذلك الوضوح وسلامة اللغة والموضوعية والمراد بالموضوعية هو الإنصاف والعدل في أثناء التعاطي مع البحث العلمي لا بد أن تطرح رأيك بعيدا عن التعصب وبعيدا عن المصادرة وبعيدا عن تضخيم الذات لأن المراد بالموضوعية هي الشفافية والوضوح والعدالة في طرح الآراء وفي حفظ حقوق الآخرين وكلما كان الكاتب ذا موضوعية أكثر كانت ثقة القراء فيما يكتب أكثر وهذا يعني الإقبال على قراءة ما يكتب وتولد القناعة التامة بما يقول بما يقول إذا عدنا إلى المراحل كتابة صياغة البحث قلنا تكتب في مسودة وفي مبيضة أرجو أن لا ننسى هذا والترتيب الزمني للكتابة يكون على هذا الشكل كتابة صلب البحث كتابة الخاتمة كتابة المقدمة وإذا كان هناك تمهيد فإنه يكتب بعد الخاتمة وقبل المقدمة قبل المقدمة والمقدمة هي آخر ما يكتب طيب عندنا المقدمة والخاتمة من المشكلات التي يعاني منها كثير من الباحثين أنه لا يفرق بين المقدمة والخاتمة ولا يعلم ما الذي يكتبه في المقدمة وما الذي يكتبه في الخاتمة يعني كثير من الباحثين في بداية طريقه في البحث العلمي لا بد أن يفرق تفريقا واضحا بين المقدمة وبين الخاتمة إذن من ناحية زمن الكتابة الخاتمة ستكتب قبل المقدمة وإن كانت المقدمة أثناء الإخراج كما سنرى ستتقدم نحن نتحدث عن الترتيب الزمني لكتابة البحث العلمي ماذا تكتب في المقدمة تكتب بعد حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على نبيه الكريم تتحدد موضوع البحث وتبين أهميته وتحدد أسباب اختياره وتبين الدراسات السابقة في موضوعه مع الجهد الذي ستضيفه أنت ثم تحدد المنهج المتبع فيه ولا بأس أن تختم المقدمة بشكر كل من ساعدك في أثناء قيامك بالبحث لأنه لا يمكن أن تقدم بحثك مستغنيا عن الآخرين فهناك من يقدم لك الاستشارة وهناك من يعيرك الكتاب وهناك من يعينك على توزيع الاستبانات لن يخلو أي بحث من مساعدة الآخرين فيحسن أن يكون في نهاية المقدمة الشكر والتقدير لكل من ساعدك وأسهم معك لذلك المقدمة هي تعطي التصور المبدئي عن موضوعك قبل أن يبدأ القارئ في قراءة قراءة ما كتبت بالنسبة إلى الخاتمة فإنه يكتف فيها الملخص ملخص النتائج لذلك النتائج تكتب ملخصة في الخاتمة النتائج التي توصلت إليها لعلاج المشكلة التي انطلق منها هذا البحث ثم التوصيات إن كان للباحث توصيات كأن يظهر له أثناء البحث أن هناك جزئيات من بحثه تحتاج إلى إعادة بحث فيوصي بأن يبحث كذا وكذا وكذا أو يكون لديه توصيات مثلا بناء على مثالنا السابق إذا كنا ندرس من أسباب تغيب الطلاب في المرحلة الجامعية ويكون لديه عدد من التوصيات التي يرى أن الأخذ بها ستخفف من طغيان هذه الظاهرة إذن نحن الآن تحدثنا عن صياغة البحث وتحدثنا عن علامات الصياغة الجيدة فانتهينا بذلك من الخطوة الخامسة من خطوات كتابة البحث العلمي وهي صياغة البحث في كتابة المسودة والمبيضة حسب الترتيب الزمني الذي ذكرناه قبل قليل وتعرفنا على أن عندنا صلب البحث وهذا يبدأ بكتابته أولا ثم الخاتمة التي ستوضع فيها النتائج والتوصيات ثم بعد ذلك يكتب التمهيد وفي الأخير تكتب المقدمة المقدمة بعد أن تكتب هذه الأمور في مسودة ثم تجعلها في مبيضة بعد ذلك فإنك تخضع هذه المبيضة لمرحلة المراجعة هو ماذا؟ والتدقيق النهائي وهو أن تبدأ في مراجعة الأساليب مراجعة الصياغة مراجعة الكتابة أحيانا يظهر لك أنك قد عبرت عن الفكرة بشكل غامض فتعيد الصياغة بشكل واضح تحتاج إلى اختصار بعض العبارات تحتاج إلى الاستبدال بعض الألفاظ والمفردات بعبارات أدق لذلك لا بد أن تخضع المبيضة لمرحلة المراجعة والتدقيق وبعد أن تصبح المبيضة تامة بعد مراجعتها وتدقيقها فإنك تبدأ في الإخراج النهائي والمراد بالإخراج النهائي هو أن يطبع البحث ويصف وأن تحدد أنواع الخط ونوع الخط الذي سيطبع به وحجم الخط في المتن والحاشية والهوامش التي ستترك بجوار النص والجوانب الفنية الأخرى في إخراج البحث وعند الانتهاء من الإخراج النهائي تماما واستقرار البحث على الصورة الأخيرة التي رضي عنها الباحث يبدأ بعد ذلك بوضع الفهارس لأن الفهارس يجب أن تتم في مرحلة نهائية بعد أن تستقر أرقام الصفحات في الإخراج النهائي وحينئذ يضع الفهارس ويضع أرقام الصفحات المقدمة صفحة كذا والتمهيد صفحة كذا والفصل الأول صفحة كذا إلى آخره لأن الفهارس توضع عند الإخراج النهائي وبعد أن يستقر البحث في صورته النهائية وبهذا تدفع ببحثك إلى المطابع لإخراجه وإذا كان بحثا علميا فإنك بعد أن تتم المراجعة والتدقيق والإخراج النهائي تقدمها للقسم العلمي وللمشرف لتتم مناقشته وبهذا تكون قد سرت في كتابة بحثك العلمي حسب الخطوات المتبعة عند أهل هذا الفن وأرجو أن أرى منكم كثير من الباحثين إن شاء الله تعالى